أما ورقة ابن نوفل والقصة التي تتداول عند المخالفين أنه هو الذي أوقف النبي على نبوته هو الذي بيّن له ترى أنت نبي دير بالك لأنه النبي حسب دعواهم وحسب روايات عائشة وغير عائشة لما جاءه الوحي كان ما زال مرتاب شاك أنه هل هذا من الله لو من الشيطان ما عارف شنو الموضوع يقول يمكن مس من الشيطان يمكن كذا فهذا ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة هو الذي بيّن له قال سمعني شنو إجاك فقال جاني هذه الآيات اقرأ وكذا إلى آخره فقال لا لا اطمئن هذا الناموس الأعظم وهذا ترى من الله يعني هذا مو من الشيطان هذه مهزلة إخواني هذه مهزلة إذا تقول النبي يشك في نبوته هذه مهزلة يعني الأسطورة الموجودة في البخاري أنه النبي كيف نبي أسطورة أولا مليانة رعب يعني يأتيه جبريل يغطه حتى بلغ منه الجهد أو الجهد يعني يخنقه خنقا هكذا يقول له اقرأ يقول ما أنا بيقارئ يقول له اقرأ ما أنا بيقارئ أكاذيب يا أخي رعب وبعد ذلك شك وارتياب يشك النبي ويرتاب أنه نبي مو نبي صاير بي يا الله أخاف أنا مس من الشيطان أخاف جني طالع لي أخاف ما أدري كذا فيروح من اللي يعلمه واحد نصراني قسيس يقول له لا لا اطمئن ترى أنت نبي وبعد ذلك ما يطمئن ليش لأنه يتأخر عليه الوحي ثلاثة أيام ثلاثة أيام يروح فوق الجبل يريد ينتحر يريد ينتحر يعني أنه ليش متأخر فتر عليه الوحي يعني يتأخر ثلاثة مرات يروح فوق الجبل يريد ينتحر بس جبرايل آخر لحظة يرفسه يرجع يخلي ما ما يتقدم ما هازل يا أخي احنا فيك سلسلة كيف زيف الإسلام سلسلة محاضراتنا بعنوان كيف زيف الإسلام ناقشنا هذه الأسطورة البكرية أنه كيف نبي رسول الله صلى الله عليه وآله وقارنناها بروايات أهل البيت عليه وسلم كيف نبي رسول الله فرق السماع عن الأرض عندنا أن يوم بعث رسول الله لما نبي رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعث في الغار حراء النبي خرج من مكة على توقيت معين متفق مع الله عز وجل هذه المراسم التنصيبية مراسم البعثة وما كان يمر بحجر ولا مدر ولا شجر إلا سبح لله وسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله الإمام العسكري عليه السلام هكذا يعلمنا يقول هكذا نبي جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وراح وبكل كرامة وبكل احترام لا كان أكو رعب للنبي ولا كان أكو شك عند النبي ولا ورقة بن نوفل ولا غيره بكل احترام وبكل كرامة رسول الله عين رسميا مبعوثا للعالمين لما بلغ أشده أربعين سنة هكذا كان هكذا نأخذ التاريخ الحقيقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما نأخذ من عائشة وأبي هريرة وأمثالهم اللي ملأوا تاريخ رسول الله وسيرته بالأكاذيب والترهات والسخافات التي تجعل الإنسان يشك حتى في نبوته صلى الله عليه وآله هذا هو الواقع فأنا أنصح الأخ الكريم الأخ هذا المغربي أنصحه أنه يتابع سلسلة المحاضرات روح على الإنترنت ما أدري الآن إذا يعرضوها على القناة أو ما يعرضون أو على القناة الأخرى يتابع روح على الإنترنت اكتب كيف زيف الإسلام واسمع المحاضرات كاملة من أول حلقة إلى كم حلقة هو تقريبا من يتذكر يا شباب 86 يمكن 87 حلقة 87 حلقة إن شاء الله تستمعها كاملة تعرف بالفعل كيف زيف الإسلام وكيف حرف وحينئذ إن شاء الله تتشيع وكل هذه التساؤلات التي عندك تزول وكل هذه الشبهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر